السلام عليكم يا الغاليات ان شاء الله تكونوا هانينوا في أسن الأحوال جمعة مباركة اليوم راح نقدم لكم الكوكا بيدون عاجي مورقجة مورقة وهشيشة ما شاء الله وخفيفة هبل بحشوة سهلة فيها مكونات كينين في كل دار بصحية جيبنينة بزاف تبعوا معايا ذوك شوفوا معايا التفاصيل احنقول لكم يا لبنت بيش ما تنساوليش الجام ديرولي الجام بيه يطلع الفيديو تاعي ويشوفوه الناس هنيا صورتها ويشوفوه في الكوشة كفهتنا في خد ذوكا راح نبدأ وباسم الله بديتوا عن بيه صليت عليه أفضل والصلاة والتسليم هنيا عندي البصل يعني ديروا قص البصلة قص طماطم كيف كيف مثلا ديرت يزوج حبات تاع بصلات دير يزوج حبات طماطم بنفس الحجم فهمتوني هكا بش تجيكم يعني صلصة معدولة مشي زيدة طماطم زاف ومشي ناقصة هكا ودرت ثاني فلفل واحد يعني فلفل أخضر تحبو تديروه وتحبو تستغنو عليه يعني إذا يحب شوي الحرارة والوقود تاع الفلفل الأخضر الحار يدير درت قرن واحد تاع الفلفل الحار حنا نقولو قرن معناتها حبها فلفل هكا نخلطوا المكونات يا البنات ونزيد لي زي بيس شوفوه هنا لزي بيس درت ثلاث حوايجبر كلهما شوفوا الفلفل الأحمر الحلو ومشي الحار هذك خاطراني درت للأخضر حار ودرت التوابل تعدجاج تابل تعدجاج يعني يمديلكم بنا مليحة صرتو حاجة كي من تعج فيها تجاج هو يعني هو يتب الجاج بس هو يزيدلكم البنات في لصاص هكا ودرت ثاني فلفل لكحل فقط هنيا بعد ما طابت يعني لصاص نتاعي يعني طابت مدة هكا بدت تبخر منها السوائل زدت لها قل من نص مغرف انت على الطماطم مصبارة وهنيا حكمت العلبة هذي تعد طون حيط لها الزيت وانضيفها هذي شوفوا ما ما تقولوا رأي كمية صغيرة هذي العلبة هرية صغيرة وكلش وبس هرحت ندلكم بنا مليحة في الصاص جي هيلة ما شاء الله هذي هي الصاصة تعنا البنات سهلة وخفيفة ضريفة يعني كلش مع بعضها لزيد بيس كلش مع بعضها ومبعد في الاخر خلاص بش تزيدوا الطماطم وزيدوا البطاتاتو ذو كانت تاقلوا للعجين اللي هو عجين الشيش ما شاء الله قلت لكم حتى بلا متورقها تحبوا تديرها هكا كهذه العجينة جيكم هيلة عندي نص كستازيت وكستع حليب وراح ندير بيضة كاملة هنا والبيضة الثانية لبنات بغيت خطر نحتاج الصفار الفوق بش ندهن به الكوكا الفوق ولي درت البيض يعني بش ما نرميه شو كلش درته اللي هنا يحتهوا في العجينة وخلت الصفار نحتاجهم بعد يعني يقلت لكم دهن به الفوق ودرت الملحة بالرغبة وندير نصف كيسة خميرة كيميائية ما يوعد لخمسة قرام هكا وندير حتى الخميرة العادية نتعلى الخبز دوك تشوفو معايا قدرت مغرف هذي صغيرة مايش معمرها كاملة يعني مايش مدرتهاش كاملة شتوني عمرت فمسح مدرتهاش كاملة ديروا كمية بركش تمدلكم خفة العجينة زيدي ولي خفيف يعني كي ديروه بلا خميرة يجي شوية ها كمسح كي ديروه شوية خميرة يجي خفيف ما شاء الله هذي الخميرة موش يدرناها على جال بش تطلع عنا العجينة راي مايشة تطلع العجينة خطر الكمية صغيرة خلاصة على الخميرة بس حقوت لكم تمدلكم خفة وهشاشة للعجينة ومبيع تبدو وضيفو في الفارينة يلبنات حتى تحصلوا على عجينة عجينة يعني متكون شطرية بزاف حاولوا انكم متجي شطرية بزاف خطر بش تطورقلكم ممكن تهزلكم حتى لربع كيسان هكاك انتع الفارينة ولا ربع كيسان ونصف على خاطر يعني السوائل احنا درنا فرد كيس وتع الحليب ومبس حزدنا الزوج يسمى البيضة وبيض البيض وزدنا الزيت يعني تهزلكم حاولي يبقوا لكم ربع كيسان هكاك ربع كيسان ما تلحكش ربع كيسان ونصف انتع الفارينة هنا بعد ما كملت العجينة تعيي البنات نحكي منقسمها على ثنيل ونحطها ترتاح شوية يعني غطيتها بمنديلة برك وخليتها ترتاح شوية هنا بعد ما رتحت حوالي 4 ساعة هكاك جبت انشاء يعني جب انشاء هو اللي تورقوا به بش يعني كم تعرفوا انشاء كيما تورقوا به يعني تبقى هذك توراق ميروحش مش كيما الفارينة والزيت وهذا الحويج وفي هذة ورقة انشاء حنستعمل بزاف الزيت روك تشوفوا معايا كدواش راح نستعمل الزيت منشاء حنستعمل الزبدة باتاتا والزيت راح نستعمل كمية قليلة خلاص روك تشوفوا معايا هنا نحل الجزء اللي ولتا العجينة تاعي هما زوج وانتو ما ديروا نفس الشي للعجينات في زوز يعني لقسمتهم في زوز انا نديلكم الوحدة وانتو ما ديرواهم في زوز نفس الشي طرش ومليح للماء زينا ونبعد تبدو تدهنو هكا بالزيت شوفوا البنات يعني كمية قليلة خلاص انتع الزيت هكا تدهنو برك مش بزيف ونبعد تطبقوها كما نطبقو المسمن والعجين المورق هكا وشيهو هنيا تديرو دوبلو تورد روك تشوفو هنيا ما تديروش طبقو عادي كي المسمن شوفو جيبو الحواش يديروهم طبقوهم ونبعد زيدو تعاودو تب هنا قبل ما تطبقو راكم زيدو تعاودو نفس الشي هكا كيما نديرو في المسمن نعاودو انتو بالزيت وكل شو ونديرو بس احنا شوفو درتها دوبل هكا فرات هذي هي وبعد نزيد الاخرى نفس الشي نفس الطريقة ندرتها في العجينة الثانية بعد ما كملت العجينة الثانية نروح للولا هيا نحلها اللولا نحلها ونجيب البلاتو تاعد وشوفو كيفها تدير حتى الفقاعد شوفو كتعودو تحلو فيها تحسوها بدت تدير في الفقاعد معناتها باللي راي نشوفو من بعد رايات تورق لكم يعني متهنيين بعد شوفو كيفها دارة الفقاعد بدت منظرك ما شاء الله بدت منظرك التورق نحلها كاملة البنات حتى ان توصل قد البلاتو التاعي اللي راح نخيرو ندير فيه انا البلاتو هذا 27 على 37 وتقدروا تديرو حتى في البلاتو تاع 35 على 30 ثاني تجيكم قد 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 تجيكم فيه كما هيك بعدو تفضل لكم شوية العجينة كما بلاتو تاع 35 على 30 حتى هو تفضل لكم شوية العجينة انا نحبها هكا رقيقة حليتها البناتو طلعتها على الحواشي كامل ونديل الحشوة تاعي نحكم الحشوة تاعي يعني نسويها على السطح كامل هكا بالتساوي وبعد حكمت جيها يا البنات درت لها الزيتون على خطر عندي في الدار ما هو مش كامل يأكلوا الزيتون وانا نحب الزيتون يعني جي هما هو أحدة الأحصى قد قد اقدرها الزيتون على شغالها أناًا نشتي الزيتون والباقرة يعني ما درت الهاش ميحبوش خلاص الزيتون حتى في حاجة يعني حتى يندروا في حاجة إلا كدر ندروا كافي طاجين الزيتون lynه حاجة يأكلوه الولاد المسح في الفيزا وفي القوكا ما ينحوهذا ياكلaut وعندي الزوجتا هي اللي قوتعها اصلاً ما يشتيش حتى في حاجة يعني انه ندروا حاجة لي كلا يطيروا ع كبلم و بعد رشيت الفرماجة رابي البنتي لي عندكم ديروه تحبو حتى فرماج موس 3uy و بعد نعود الأخرى نحلها و نديرها بهالطريقة شوفوا هالطريقة سهل عليكم سهل عليكم نتروليوها كامل على الحلال و بعد تحطو البلاتوتاكم تعودوا تحلوها تجيكم سهله و بعد نحي الحواشي كامل هالبنتي وهذه هي الطريقة سهلة كامل تعرفوها كامل هذا الطريقة انا جيت اليوم بش مدلكم العجين والسلسة يعني جيت ما شاء الله هايلا والعجين الثاني جاء ما شاء الله خفيف 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 يهبل وجاء مورق كمشته يعني جاء مورق كأنه يعني عجين مورق بس حوا بلات يعني بدون زبدة طوريق وبدون هكا تراسيتها بركة البنات مبغيش نقطحها هذركة خليتها احتلم بعد بعد ما بعد ما نطيبها ان شاء الله نقطحها يعني تراسيتها هكا بعد ما نعود نزيد نطراسيها شوية بالموس وخلاص دهنتها بالصفار البيض هذك زيت له خل تحبو تزيدوله قهوة ولا خل ولا مهم حاجة يتنحي الزفار تاع البيض وخلاص بعد حطوها الطيب انا الجيهة تاع الروك تشوفوا معين بعد كي زينتها الجيهة اللي فيها الزيتون درت لها الزيتونات بش تبين بلي فيها الزيتون الجيهة اللي ما فيهاش الزيتون درت لها هكا غير شوية دبشة هكا الفوق الجيهة هذي شوفوا اللي بندرت لها كالزيتون بش هذك هي الجيهة اللي فيها في الحشواتحها فيها الزيتون وهنا راي طيب في الكوشة شوفوا كفهة نفخة جيت هاي لما شاء الله شوفوا جيت تهبل وذوق شوفوا حتى بعد ما طيب يعني جي هاي لما شاء الله وهنا بعد ما طابت جيت نقطعها شوفوا حتى كي نعود نقطع فيها تبين القرمشة تحشوف مش هذك كي ما تقطعها هي تلبز ولا يعني تقطعها تقطع بسهولة طول هني زيت درت لها في الحواشي بالموس على خطر هذيك الجرارة ما تصلش للحواشي وتشوفوا معايا الشكل نهائي كفهة جيت نحن فكركم في الجامية البنات ما تنساوليش الجامعة لخطر هي اللي يطلع لي الفيديو بش يشوفوه الناس هكا شوفوا البنات جي هاي لو مقرمشة طيب كلها كيف كيف شوفوا كفهة جات يعني ملتحت وفوك كلش كيف كيف طابت هاي لا ما شاء الله جاتوا مقرمشة لولا دماتوا عليها بهذه الطريقة عشبتهم بالزيف ان شاء الله تسيوها بهذه الطريقة وتعجبكم واذا أعجبتكم بähثون لي تطبيقاتكم في الفيسبوك بش نحطهم بتطبيق في القناة لو他的 المجموعات عني ا Hutchها الرابط طال replete في روابط طالre القاناة للزيفة northern الرابط الطائYour جمعان تعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته